وقال انا بلعب اربعة تلاتة تلسة لا هو كان بلعب النهاردة اربعة اتنين تلاتة واحد حط حمد فتحي وقال يو ديانج اللي اتنين في وسط الملعب تلاتة اللي قدامهم مفيش حد فيهم بلعب وسط ملعب التلاتة مجد افشة بلعب رقم عشرة والطرفين هجوميين كان ميكسيوني او حسين الشحاب وشريف قدام والله يا موسيماني والله هذه الطريقة هي افضل طريقة للنادي الاهلي اربعة اتنين تلاتة واحد انا عارف ان موسيماني وممكن اي مدير فني مكانه اما يبعنده عمر السلية وحمد فتحي وقال يو ديانج يبقى مستخسر يقعد واحد فيهم لان بصراحة تلاتة عشرة على عشرة تلاتة وماشى عالية جدا النهاردة قال يو ديانج كانت بيدور عليه ولا كنت كان بيسأل عليه الدول الانجليزي لعب كبير جدا السلية حدس ولا حرج حمد فتحي اصبح هو الرجل الجوكر فموسيماني ممكن جدا لما راح لاربعة تلاتة تلاتة شايف ان التلاتة دول هقعد مين يعني لا ده انا عندي واحد قوة استراتيجية قوية جدا يبقى بر وانا بقولك وجه تلازل للمالهاش ايما قال يو ديانج لازم في الملعب حط جنبه حمد فاتحي او عمر السلية مش هتفرق الاثنين عليين جدا والتاني يبقى بر في منتهى القوة لما حد يتعب في الملعب زي ما انت النهاردة عملت ونزلت السلية بدلا من حمد فاتحي وقف المباراة مرة تانية حاجة جميلة جدا يبقى اذا انت تلعب بالطريقة التي تناسب اللاعبين اهلي لما بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بيسيطر ويهي من هيمنة كاملة اربعة تلاتة تلاتة بيبقى مكسور الجناح ليه لان التلاتة اللي قدام خالص دول واحد منهم راس حربة وغالبا بيبقى افشا او احمد عبدالقادر واحد من الاتنين ما بيعرفش يلعب على الطرف بيخش على القلب واذا لعب على الطرف القلب هيبقى فاضي اللي هو بيشغله مكدي افشا او احمد عبدالقادر دي وجهة نظر طيب